حقيقة أنه لم يعد لدي أدنى شك بأن من يسمى عمار بلاني يقوم بمهمة قدرة ضد كل شيء وبطريقة غير دبلوماسية فهذا الشخص الذي عين كمبعوث للقضية الصحراوية ودول المغرب العربي لم يتحرك يوما لأي دولة عربية ولا قام بدور في إطار هذه المهمة كل ما يقوم به جالس في مكتبه ينتظر ما تأتيه من أوامر يروح يصرح بها لمواقع الجرائد وانتهى الأمر مما يوحي على أن هذا منصب ليس منصب دبلوماسي من أجل تحقيق أهداف معينة بل فقط مسمى أعطاهه لهذا الشخص الذي كان ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية وبعد ذلك كان سافير الجزائر في الاتحاد الأوروبي وبروكسل وثم رجع يخلينا أعطله هذا ومهمته هو سب المغرب فقط هذا هي الحقيقة في الوقت الذي تم فيه اجتماع القاهرة العمام راهناك ناصر بوريطة ألقى كلمة وناصر بوريطة هو وزير الخارجية المغربي دعنا نرى ما قال ناصر بوريطة ناصر بوريطة قال في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المئة وثمانية وخمسين يوم الثلاثاء بالقاهرة إن السياق الدولي والعربي يسائل القمة المقبلة لتنعقد على أساس الالتزام بالمسؤولية بعيدا عن أي حسابات ضيقة أو منطق متجاوز وتوطيد الثقة اللازمة والتقيد بالأدوار الخاصة بكل طرف وذكر أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس حرص على الانخراط في صلب العمل العربي المشترك سواء من داخل الأجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية أو من خلال الهيئات المتفرعة عنها والذي تجسد في احتضان المملكة المغربية لسبع قمم عربية ساهمت في جمع الكلمة العربية وإعطاء زخم جديد للعمل العربي المشترك ومن جهة أخرى دعا بوريطا إلى قراءة موضوعية لواقع العالم العربي المشحون بشتى الخلفات والنزاعات البينية والمخططات الخارجية والداخلية الهادفة إلى التقسيم ودعم نزعات الانفصال وإشعال الصراعات الحدودية والعرقية والطائفية والقبلية واستنزاف المنطقة وتبديد ثرواتها ولفت إلى أن الإشكال الرئيسي يكمن في غياب رؤية مشتركة واضحة لمواجهة تلك التحديات بما يحافظ على أمن الدول واستقرارها ووحدتها الطرابية والوطنية وأبرز أن العالم العربي يوجد اليوم أمام مفترقي طرق جد صعب يفرض علينا بإلحاح تجاوز المعقات التي تحول دون تعزيز اللحمة والتضامن بين أقطارنا العربية وتصرف أنظارنا وجهودنا عن التصدي للقضايا الكبرى السياسية منها والاقتصادية المطروحة بإلحاح على الأجندة العربية والتي يتعين التعامل معها بفعيل إلى جانب كثير كلام قالوا في مدخلته أنا حقيقة أرى بأن هذا الكلام لا غبار عليه بغض النظر عن النواية وما في قلب فلان علان هذا يحطها لجانبا الكلام لا غبار عليه المرحلة حساسة والمرحلة صعبة والتحديات كبيرة اقتصادية اجتماعية دولية تفرض التكاثف تفرض الوحدة تفرض أشياء كثيرة التنظيمات هناك الإرهاب هناك النزعات الطائفية هناك نزعات انفصالية تنمو هذه كل ما قالوا لا غبار عليه بالنسبة لشخص